أهلا بكم مرة تانية هنا باسبيرو وحدثنا عن جودة الطرق الحقيقة أنه ممكن إدعاءات الإعلام المعادي وما يبثوا من سموم يحاول هز ثقتك بدولتك وأداءها بيحاول يقلل من قيمة أي إنجاز يكلمك عن مشاريع الطرق الكباري وكأنها وهم أو خيال أو كأنك مش لمسها بإيدك على أرض الواقع مش بتمشي في الشوارع مش شايف أن أزمتك تحلت مش شايف أنه كتير من الإنشاءات اللي تمت دي هي ليها مردودها على الاقتصاد المصري ليها علاقتها المباشرة بجذب الاستثمارات وخلافه لما نلاقي أن مصر قفزت بفضل مشروعات الطرق والكباري اللي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة تسعين مركز في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق قفزت من المركز الثمانية أو أصبحت في المركز الثمانية وعشرين قفزة من المركز مية وطمانتاشر ده بيساوي إيه؟ إيه مردوده على الاقتصاد المصري؟ إيه مردوده أيضا على جودة الطرق اللي حضرتك بتلمسها؟ حياة كريمة حياة مختلفة عما كنت بتجده في السابق وطبعا إحنا شاهدين على كده في كل أحياء مصر سواء داخل المدن والمحافظات أو على المحاور والطرق السريعة خلونا نختصر ونعرف بمعلومات أكثر توثيقا من ضفنة بنرحب بيه دكتور عبدالظاهر مصطفى أستاذ هندسة الطرق والمطارات كلية الهندسة بالمطارية جامعة حلوان أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا سيدة شرفتنا يا دكتور أهلا أني متشرف بوجودكم الحقيقة أن الدولة في المشروع القومي للطرق قفزت قفزات كبيرة جدا ولكن إحنا النهاردة مش عايزين نتكلم عنها بصفاتها فقط إنجاز للدولة ولكن إيه مردوده على حياتنا إحنا كمصريين تمام خليني يعني الأول نقول هو إيه أهمية الشبكة نفسها أو إيه أهمية شبكة النقل عموما بالنسبة للدولة وبالنسبة للعالم كله يعني وإيه المسمى بتاع الطرق المسمى لدى المتخصصين في الطرق إن كلمة الطريق دي ماهيش بمعنى الأسفلت اللي إحنا بنشوفه أو الخرصانة اللي إحنا بنشوفها أو الكبار اللي إحنا بنشوفه الطريق لما بنحطه في مكان بنسميه شريان للحياة يعني إحنا لما بنفتح مكان نفتح فيه طريق يبقى إحنا كده فتحنا شريان للحياة في المكان ده مصر كانت لفترة قريبة قوي بتعيش على 5% من الرقعة المساحة بتاعة جمهورة مصر العربية النهاردة معنى كده إن الباقي مصر كله ده يعني مش عايش تخيالي لو جزء من أطراف الإنسان ما وصلوش الدم هيبقى داد وده سبب المسمى شريان وشريان دي على فكرة مش مسمى مصري بس أو على أرتيريال يعني هو حتى بره بيسموه الأرتيريال طبعا فبالتالي وشبكة النقل عموما مش مخصصة بس في الطرق كل ما توصل لأطراف مصر كل ما معناها إن احنا وصلنا حياة للجزء ده طيب مردود ده عموما مردود اقتصادي هو مش يعني إحنا مش بنعمل الطريق عشان نعمل طريق هو إحنا بنعمل الطريق عشان المردود منه النهاردة لبنيجي نقول طريق أسيط الواربي أو نيجي نقول طريق الدايريالإقليمي أو نيجي أي طريق من الطرق نختارها ونتكلم عنه هتلاقي الأراضي اللي يمينه ويشماله سعرها ضغيط يعني ده بيساوي فلوس فلوس بيساوي عائد اقتصادي هتبص على كم المشاريع النهاردة اللي على فراس الحكمة على الدول يستحيل بص على كم المشاريع اللي بتتعامل السياحية اللي بتتعامل هناك أو نبص على طريق الزعفرانة بعد ما اتطور ومنطقة الجلالة بالدايرة بتعادتها دي كم الاستثمار اللي بتم فيها ده عائد للدولة في الآخر طبعا طب اسمحي يا دكتور ممكن نخصص كلامنا شوية مثلا عن منطقة كانت في السابق مهملة تماما وهي سعيد مصر بنتكلم عن شبكة طرق الحقيقة جبارة المنطقة دي كانت مهملة احنا شايفين دلوقتي طرق كتير تشكل وعينات الدخلة الدخلة الفرافرة احنا بنتكلم عن 1000 كيلو تقريبا تقريبا اه ممكن تكلمنا عن هذه المشروعات في سعيد مصر انا عايز اقول لحك لأول زيارة يعني كنت بزور فيها طريقة تشكل وعينات كنا ماشيين بعربيات العربيات دي الفور باي فور ما كناش قادرين نمشي بسرعة من 10 إلى 20 كيلو في الساعة يعني هي عربيات الدفع الرباعي ما كانتش قادرة تمشي في الطريق حالص الطرق كانت يعني عايز اقول انه نتيجة للانهيار بتاعها العربيات مش قادرة تتحرك الحقيقة الزيارة دي كانت من حوالي 4 سنين وكانت لجنة من الهيئة الهندسية لجنة يعني كبيرة من الهيئة الهندسية مع الاسشارين الزهولاء والاسشارين كلهم وتم تطوير المثلث جنوب مصر ده من تشكة للعواينات من العواينات للدخلة ومن الدخلة للفرفرة بطول 1000 كيلو زي ما حك أشارتي الجزء ده هو جزء لتنمية الزراعة اللي هتقوم سواء جاية من تشكة أو من منطقة العواينات أو من منطقة الدخلة للوحاية اللي هي تعتبر الفرفرة الفرفرة الوحاية انا بتذكر مش هايز اقطع كلام حضرتك بس بتذكر كلمة الرئيس لما قال احنا مشروع تشكة قبل كده مقامش مش لأنه كان غلط لكن ما كناش قدريه صحيح فالنقل أحد الوسائق النهاردة لما هنجيبه استثمر ونقوله تعالى روح على منطقة العواينات أو على منطقة تشكة وابتدي استثمر هناك أول حاجة بيدور عليها أي مستثمر أنه يتنقل بوسيلة نقل مناسبة عندنا فيه مطار في العواينات عندنا طرق بقت حاليا بالمستوى المطلوب زي ما بنشوف الطرق طريق السويس أو الإسبانية أو غيره نفس المستوى دلوقتي بقى موجود في الجنوب يبقى النهاردة أنا بكذب المستثمر على أنه يبتدي المصدر بلاش المستثمر المصدر الذي يصدر من المزارع اللي اتعاملت دلوقتي في العواينات هناك واللي بدأ في تشكة وفيه مشروع استصلاح كبير جدا بدأ الحقيقة بقى له أكتر من سنة ونصف اصلاح لمجموعة الأراضي اللي حوالينه الطرق دي بحيث أنها تنتج زراعة أمحة أو زراعات أساسية الخاصة بالدولة باقتصاد الدولة النهاردة اللي عنده منتج زراعي النهاردة عشان يوصله القاهرة أو يوصله يتصدر أنا وفرت له بقى الوسيرة دلوقتي يبقى ده عائد يعني آه هي الطرق مكلفة المواني مكلفة المطارات مكلفة كل الوسائل النقل مكلفة ولكن في عائد منها في الآخر يبقى بالتالي هي بتتعامل عشان العائد الاقتصادي بتاعها المناطق الصناعية أيضا ليرتبط مباشر بإنشاء المناطق الصناعية نفس الكلام والتنمية الشاملة بشكل عام بنتكلم كمان عن المناطق السياحية احنا عندنا في الصعيد مصر مناطق أيضا سياحية وأثرية محتاجة أن احنا نتواصل بها عن طريقة الشبكة اسمح لي طيب ممكن برضو نلقي الضوء على جانب آخر من مشروعات الطرق الكباري ما مدى ارتباطها بالحياة الكريمة وبمشروع حياة كريمة ارتباط وثيق النهاردة زي ما بنقول كده يعني لو خدنا بس مقتطف اللي هو الأخير من الكلمة حقيقة اللي هي حياة كريمة النهاردة القرى اللي بتتطور على مستوى جمهورية مصر العربية أنا ما عنديش الرقم المحدد بسوى الرقم أعطفت في حدود تلات تلاف قرية وأول مرحلة منهم كانت 750 قرية الطرق دي أنا بقول أرقام تقريبية طبعا يعني بلاش أركز مع الرقم النهاردة انت مش بتطوري طرق الحقيقة يعني لو الناس فكروا أن حياة كريمة هي تطوير طرق لا مش تطوير طرق يعني منطور بنية تحتية طور كهرباء بنية تحتية شاملة صرف شاملة كهرباء شاملة إسعاف مستشفى وحدة صحية شاملة كل ما يخص حياة الإنسان في القرية دي وجزء من ضمن التطوير هو جزء الطرق لكن ما هوش التطوير شامل كل العناصر شامل كل العناصر اللي تخص القرية دي طيب هل ده هيعود على المواطن بعائد في الآخر أطبع يعني أنا لما وفر له وحدة صحية جنبه بدلا من اضطر يروح المركز أو يروح المدينة عشان يكشف يبقى أنا حميته من أي حاجة مرضية تحصل له في مكان قريب مكان مؤهل ومكان يقدر ياخد فيه الخدمة بشكل كويس أو موفر له وسيلة مواصلات هتستخدم هذه الطرق السريعة بدل ما كان ممكن يركب وسائل المواصلات البدائية أو يروح بوسيلة مواصلات تأخره في وقته أو تتأخر عليه هو أصبح الآن عند وسائل المواصلات تستخدم هذه الطرق السريعة من ضمن سرعة الوصول للمكان سرعة الوصول للمكان هو الطريق فالطريق ما هوش الهدف دايما هو وسيلة الهدف هو الإنسان الهدف هو الإنسان اسمح لي نستكمل برضو حدثنا عن علاقة مشروع القومي للطرق يعني بعلاقة مباشرة مع المواطن المصري بعد الفاصل كنا بنتكلم عن ارتباط مشروعات الطرق والكباري بالحياة الكريمة للمواطنين بشكل مباشر كان عندنا أيضا مشروع نحب نلقي ضوء عليه وهو المشروع القومي الرصف للطرق احنا بنتكلم عن داخل المدن بعيدا بقى عن الطرق والكباري والمحاور وكده احنا بنتكلم داخل المدن كلنا داخل المدن القديمة او العواصم القديمة كنا بنشكو دايما من انه الرصيف مكسر عندنا فكرة مشروع للرصف الطرق والارصفة ده ما كانش موجود ما كانش بيحصل كان بيحصل بمجهود فردي او حد يعرف حد في المحليات يوصيه يجي يرصف له الشارع احنا شفنا حركة دائمة ودائبة في كل المدن والشوارع الداخلية هو الحقيقة سؤال حضرتك ده يكمل الجزء الاولاني من السؤال اللي هو قبل الفاصل اللي هو عن حياة كريمة يعني هو سؤال يدور في نفس السياق يعني احنا حياة كريمة منقسم عندنا على جزئين جزء داخل القرية نفسها وجزء محاور القرية محاور القرية دي مع الهيئة مع هيئة الطرق والكباري تابعة لوزارة النقل ودي متوزع على كل المحافظات هو المشروع تحت الشرف الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق الرئيسية فقط لكن داخل القرية مع الهيئة الهندسية الجزء ده الحقيقة يعني انا واحد من الناس يعني اتعاملت فيه بشكل شخصي في قرية محافظة المنوفية الحقيقة عامل طفرة والمحافظ نفسه بشكل مباشر يومي بيتابع حركة الإنجازات مع منطقة وسط الدلتا متابعة مباشرة على ما يتم من إنجاز وتطور طيب هل هو برضو زي ما انا قلت قبل كده في حياة كريمة هل هو برضو طرق بس لا هو في كل ما يخص المرافق بيتعمل اللي أول قبل الطرق وبعدين الطرق بتيجي في النهاية يبا هو تطوير شامل ما هوش تطوير يعني ما ناخدش الموضوع بسطح كده ان احنا بناعمل طرق لا الحقيقة لا التطوير ده اللي هو حياة كريمة اللي هو فيه جزء اللي هو داخل المدن ده واللي بنقول ان المحاور الأساسية بتاعته مع وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري ده بتطوير شامل شامل لكل أنواع المرافق قبل ما نخلص الطرق والحياة ده شجال على قدم الموساط بقاله أكتر من سنتين دلوقتي أو سنة وشوية مع بداية انطلاق مشروحها كريمة وحاليا بدأنا في المرحلة التانية منه يعني حاليا بدأنا في المرحلة التانية منه وخلصنا أول مرحلة وفي المرحلة التانية منه ونسب الإنجاز فيه الحقيقة يعني معظم المحافظات واصلة لستين وستين وستين وتمانين في المية ويمكن خلال العام القادم إن شاء الله ينتهي تطوير المحاور الرأسية مع الهيئة العامة للطرق والكباري وبالفعل يا دكتور يعني زي ما حضرتك أشرت إنه كان بيمشي المشروع ده بالتوازي مع مشاريع الصرف الصحي ومرفق الكهرباء ده حقيقي عايزة ودخل كمان معاها كابلات النات كان في لفس التوقيت برضو وأظن الناس لمست بشكل واضح جدا الفرق في استخدام سرعات الإنترنت واستخدام تقنيات الحديثة لإستخدام شبكة الإنترنت عايزة برضو أشير لنقطة مهمة إنه فك الاختناقات داخل المدن وعلى الطرق والميدين دي كانت نقطة مهمة جدا نقطة صعبة جدا مش تكينة منها عمر طويل دي نقطة صعبة جدا خصوصا لما نيجي الأصعب مدينة نيجي نتكلم عنها نتكلم عن القاهرة طبعا والجيزة العواصم المدن الكبيرة بس تيجي القاهرة رقم واحد ومن ضمن الحاجات اللي أكيد كل الناس في القاهرة لمسوها تطوير الطرق داخل القاهرة في حي زي حي مصر الجديدة التطوير تم من حوالي 3 سنين أو أكثر وشمل معظم طرق مصر الجديدة أو كلها وكان مصر الجديدة الحقيقة عانوا في الفترة القوانية من التطوير ده لأنه انت غيرتي معالم الحي ككل بعدد الحارات اللي بقى كبير وعدد الكباري اللي اتعامل عشان يفك الاختناء لما نيجي نشوف النهضة استخدام الحي ده بقى اللي كان بياخد ساعة بقى بياخد ربع ساعة فده توفير لوقته وتوفير لبنزين استهلاك طاقة وتوفير كل الاتجاهات فطبعا فك الاختناقات داخل المدن ده هي أصعب الحقيقة من انك تنشئ طريق برا المدينة طريق برا المدينة الدنيا متاحة بالنسبة لي هقدر أعمل أي حاجة نعايزها بدون أتعارض مع احتياجات السكان داخل المدن إنما داخل المدن لا الموضوع صحب جدا فخالي حق منطقة الشرطن منطقة مصر جديدة منطقة فيصل والهرم في الجيزة المناطق دي اللي كان فيها أماكن اختناقية عالية جدا محور 26 يوليو بتعامل حاليا الأهرمات الجيزة وتطورها بالشكل ده ومنطقة المتحف المصري الجديد اللي هيتم افتتاحه قريبا أو يعني دلوقتي فيه افتتاح جزئي وبدأت السواح تتوافد بدأت الأخبار تتوافد وتجلنا من بره كمان بدأت العالم كله بدأت تكلم عن هذا الافتتاح المرتقب المنطقة دي شهدت تطوير كبير جدا على مسار الطرق والكباري لأنه أصبح بيوصل لها من مناطق كتير جدا بيتم إنشاء فيها منطقة صحية عالمية هيكون فيها مستقبلا فنادق على أعلى مستوى فرأي حديك برضو عن التطوير في هذا المنطقة الجزئية دي الحقيقة يعني جزئية مهمة جدا لأنه منطقة الأهرمات كان بقالها فترة كبيرة جدا ما دخلتش تطوير المتحف جزء تطوير الطرق المحيطة وهقول لها حيك نبزة زيارة عن بعض الطرق اللي تم تطويرها حوالين منطقة الهرم غير الجزء بقى اللي هو إنشاء الفنادق غير جزء تطوير المكان نفسه داخل منطقة الهرم أول حاجة طريق سغنة نحن عارفين الطريق الدايري فكرة الطريق الدايري عموان إن نحن بنعمل دايرة حوالين المدينة ويبقى فيه أشعة زي أشعة الشمس ودوير بحيث أن يبقى كأن المنطقة كلها مخططة نقدر نوصل بأي نقطة بأسرع وقت في الطريق الدايري لما جيت عمل في الأول الحقيقة كان فيه مشكلة إن الدايرة بتاعته وزارة السياحة وقفت الدايرة عشان جاي في منطقة ممنوع إنشاء طرق فيه أنا أقول لأحكي واحدة من الحاجات الصغيرة قوي اللي ما تبنش قدام المواطن العادي لكن هي كانت معوق كانت معوق لحد ما عملنا طريق اسمه طريق حاليا الناس كلها عارفاها اسمه طريق الهرم السياحي طبعا طريق رائع وعريض ومشيين وشايفين الفيو جنبنا الطريق الهرم السياحي ده عمل من حوالي سنتين هو خلص في نوفمبر 21 تقريبا الطريق ده طوله كله 6 كيلو بس حل أزمة بقى اللي في طريق الدائري مش محتاج يدخل لمدان الرماية ولا حاجة ويطلع على طول من وراء على طريق الوحات أو على طريق الفيوم أقصد أو بيطلع قدام حدائق الأهرام 10 دقائق بقى بيوصل الدائرة بقت كاملة ما بقاش محتاج ان يخش المنطقة اللي كانت الزحمة وهي الحاليان الحقيقة مش زحمة نقطة تانية طريق الفيوم نفسه تم تطويره مدان الرماية نفسه تم تطويره المنطقة اللي هناك ده هيبقى تشهد طريق الوحات أيضا طريق الوحات طبعا تم تطويره المنطقة اللي هناك ده هتشهد تطوير لمنطقة الهرم نفسها ببوابتها بمدقلها بريست للناس بممشى سياحي ما هو الحقيقة المنطقة دي دكتور من زمانه إحنا يعني نفكر إنها تستحق يعني دي رمز عالمي هام جدا يعني وحدة سياحية أو فندقية أو سكنية حتى تطل على أهرامات الجيزة مفروض تبقى أغلى وحدة في العالم تخلينا نقول إيه إن إحنا مش بنطور عشان نصرف إحنا بنطور عشان نجيب عائد طبعا بمعنى أنا النهاردة لما هتطور المنطقة دي الساقح هيجي هيدفع أيو طبعا نهاردة لما هتطور في المنطقة دي آه يعني لما هتطور في المنطقة دي النهاردة أنا مستني المرضود بتاع التطوير ده للعائد الاقتصادي بديله إقامة فندقية هايلا بديله أكسس وفيه تلفريك هيبقى موجود بين بين المتحف ومنطقة السياحية بديله رفاهية وبيديله قرب للمنطقة السياحية ورؤية يعني عارفة لما تيجي تبيع انت شارية تقولي إيه شارية للبخر طبعا بيبص على الأهرام يعني قاعد بقى هو قاعد بصص على الأهرام مفروض تكون أغلى وحدة فندقية أو أغلى ليلة سياحية تتباع في العالم على الإطلاق بالضبط كده طب دكتور أنا للأسف فاضلي في حدود التلت دقايق وفيه ثلاث نقطة برضو عايزين نذكرهم لأنهم بيعتبروا مردود مباشر على المواطن المصري من تطوير شبكة الطرق وهو مثلا السيفتي الأمان على الطرقات دي نقطة أنا عندي ثلاث نقطة عايزة أقولهم فقط نقول النقطة الأولى دي بالنسبة للسيفتي الحقيقة يعني وزارة النقل تبنت فكرة في الفترة بعد ما طورت الشبكة يعني الشبكة طارد بشكل كبير داخل المدن وخارج المدن الطرق اللي هي بين المحاوزات الفكرة السيفتي بقى أن أنا أبتدي أحط مرأبة لأن أكتر حاجة مشكلة عندنا الحقيقة هي التهور في السرعة عدم لبس حزام الأمان تحدث في الموبايل أثناء القيادة الأكل ما ننشغل بقى يا حاجة كل الحاجات دي الحقيقة كانت بتؤدي لحوادث النهاردة أنا لما أخط رادارات وبدأت على فكرة تسمع يعني كل واحد فينا بدأ يحس يجير رسالة على الموبايل على طول مباشر إلحق ده أنت خدت لو خلت تيكت ده أول مرة تاني مرة هيخلي باله طيب هل نقصها بعض الحاجات لسه الجزئية دي آه نقصها بعض الحاجات أنه شبكة الرادارات دي تكمل على مستوى شبكة طرق كلها الحقيقة هي جزء كبير جدا التنفس والإرشادات التحذيرية أيضا والإرشادات التحذيرية كان عندنا عجز فيها الحقيقة الحقيقة ودي بتكمل وإضاءة بعض الطرق برضو ده بيكمل عشان برضو كسيفة للناس يعني في عندنا الإضافة في عندنا إشارات التحذيرية في عندنا الرادارات والكنترول بقى أنا بقولك أن هنا ما تعديش السرعة لو أنت عدتها هنا ألبس الحزام ما تبسش الحزام ما تتكلمش في الموبايل اتكلمت في الموبايل ممكن الناس تأخذها طبعا عن أن الهدف إيه إن أنا أخد تيكت لا الهدف الحقيقة مش هو الغرامة الهدف هو المحافظة على حياتك ده الهدف الأسمى طب محافظة على حياتك دي بالنسبة لنا تبقى إيه بالنسبة للدولة تبقى إيه عقد قومي طبعا أنا النهاردة عندي شاب في سن العشرين وحافظ على حياته أنا حافظت على صروة نصف تقام لكن الحالات الوفاة اللي كانت بتتم من الحوادث والكلام ده وبنفقد شباب لسه في سن الشباب من الحوادث للأسف الشديد ده فقدار لصروة طبعا طيب دكتور إحنا ممكن ندمج النقطتين التانين اللي انفضلنا في حدود الدقيقة دقيقة ونص إنه إزاي ليها عائد شبكة الطرق وتطويرها على خلق فرص عمل تطوير الموارد البشرية يعني النقطتين اللي هم الأخرينين دول وفي دقيقة أبسيطة كده خليني أقول إيه أنا هتكلم عن نفسي وعلى المجموعة العمل اللي اشتغلت معها خلال الثمان سنوات اللي فقط يعني أنا اشتغلت مع زملاء مهندسين من التخصص وجيولوجيين كريك كلية العلوم وفنيين كريك معاهد ومع كافة الفئات دي اشتغلت مع عدد لا يقل عن 150-200 بين مهندس وفني وجيولوجي كم المعلومات اللي احنا نفسنا كمكاتب استشارية أو احنا نفسنا كمهندسين اتعلمناها في الفترة اللي فاتت كم صعبة قوي يتحصل في الفترة الصغيرة دي ليه؟ اشتغلنا مشاريع كتير احتكينا بمشاكل كتير عالجنا أخطاء كتير يبقى بالتالي أنا عملت للكوادر دي عملت لها خبرة تعادل صاروة هو لو طالي أشتغل في أي مكان النهاردة هيبقى عائد للدولة يبقى بالتالي أنا نميت القدرة البشرية بتاعتنا على أنها تبقى قادرة على أنها تعمل دخل قومي للدولة ده غير بقى فرص العمل الكتير لتفتحها مشاريع تطوير الطرق والكباري أو شبكة الطرق بالتأكيد بالتأكيد أنها بتفتح عدد كبير لفئات كتيرة جدا من الطبقة العاملة أنها تعمل في هذه المشاريع بشكرك جدا يا دكتور الحديث معك يعني لا ينتهي ولا يملم منه لأن المعلومات موفيدة والخلفية العلمية لحضرتك المرتبطة بهذا الشأن شكرا دكتور عبدالظاهر مصطفى أستاذ هندسة الطرق والمطارات كلية هندسة المطارية جامعة حلوان وهي جامعة عريقة وكلية هندسة المطارية من أشهر كليات الهندسة اللي خرجت لنا أسد وعلماء أمسال حضرتك شكرا يا دكتور شرفتنا وكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وحضرتك طيبين وعيد أضحى مبارك على الأمة الإسلامية كلها وعلى الناس كلها وعلى مصر حديثة كلها وعلى كل الدول حوالينا والدول كلها عيد سعيد عليهم إن شاء الله يا دكتور شكرا وشكرا مشاهدين للمتابعة نتمنى أن حضرتك لا تستجيب ولا تدي ودنك أبدا للي حاول يهز ثقتك بنفسك مش بدولتك بس وبأداءها اللي يقولك مشروعات طرق كله طرق كله كباري لا مشروعات الطرق وشبكة مشروعات الطرق وهذا المشروع القومي العملاق له عائده زي ما تبعنا وتبعته حضراتكم معنا نتمنى أنك تتسلح بهذا الوعي في مواجهة كل ما يثار حول هذا المشروع العملاق والحقيقة لأنه الوعي سلحنا الوحيد في هذه المعركة شكرا وإلى لقاء